وذكرنا شيء من خطبه وأحاديثه ودعوته إلى تجديد معالم الدين الذي كان قد أبلي وبقيت ألفاظه وكل ظالم يبقي على ألفاظ الدين بل حتى قد يأمر كما قلت قد يغرون بعض المسلمين إلى أن يكون فرح بقتل المسلمين يحمد الله كما رأينا في المسرف بن عقبة المري بعد أن قتل عشرة آلاف من الصحابة وأبنائهم واستباح نساءهم يحمد الله أنه وفقه لهذا الخير السلطان يفعل أكثر من كذا والشيطان يفعل أكثر من كذا بمعنى أن الشيطان تلبيسه على المؤمن الله أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا ما اتخذناه عدوا لو اتخذناه عدوا لما وجدنا مثل هذه النماذج مسلم ابن عقبة وهناك نماذج تتكرر إلى أيامنا هذه يتعبدون إلى الله بالجراء حليكها وكذلك قبل أن نذكر المكاتبات في هذه الحلقة المكاتبات الحسين ونشاط خارج مكة إلى رحيله إلى العراق لكن لفت لنظري قبل أن أصل عندما ذكر الإمام الحسين أدعوكم إلى إحياء معالم الدين وإيماتة البدع وذكرنا لكم نماذج البدع المظالم الحرمان الكذب القتل سجن النساء الترويع سب الصالحين على منابر الإسلام هذه البدع بالله عليكم لو انشغل المسلمون بهذه البدع الحقيقية أين سيكونوا قد وصلوا أولا كانت تآلف بينهم أفضل وكانوا أمة واحدة حق وكانوا قد قضوا على كثير من الظلم البدع الحقيقية ليست الغريب أن كثير من المسلمين متحمسين للرد على أهل البدع وذن أهل البدع ولا ينظرون لهذه البدع التي بيّنها الإمام الحسين وهي أعظم كما قلت هي أعظم تجد أحدهم أو كثيرا منهم ينشغلون ببدع الجهمية بدع ما يعني يسمونهم بدع المعتزلة بدع الشيعة بدع كذا بدع كذا عند التحقيق لا تجدها بدع بمعنى تجدها اختلاف في المفاهيم أذكر الجهم بن صفوان قرأت رسالة لعلامة الشام جمال الدين القاسمي يقول هذا الجهم بن صفوان من دعاة الكتاب والسنة والشورى ثار مع الحارث بن سريج ثم تأكدتهم معلوماته بالرجوع إلى مصادره ومنها تاريخ الطبري لم أجد للجهم بن صفوان كتابا ولا رسالة ومعظم الكتب العقدية عندما تدخل أي مكتبة الجهمية لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا منشغلين بهذا المسكين وتركين البدع الحقيقية مترضين وفرحين بأمثال يزيد بني أمية الذين أوجدوا فينا هذا الكذب وهذا الظلم وهذه الشراهة في قتل المسلمين أين عقولكم؟ يعني أنا أخاطب بعض طبعا أنا لا أخاطب تيارا معين أنا أعرف كثيرا من الناس من مذهبنا من مذهب السن ينكرون هذه الجرائم ويبرؤون إلى الله ولكنهم قل وسط هذه الحفلة الحفلة المذهبية التي نراها في القنوات وفي المسلسلات وفي الكتابات هذه حفلات نعوذ بالله من الزيق بعد الهداء فلابد أن تحدد ترتب البدع ما هي أبرز البدع؟ إحداث في الدين يجعل الجريمة كما قلت سمرة بن جندب يتعبد بقتل المصلين في البصرة ثمانية آلاف قتلهم في ستة أيام ومسرف بن عقبة يحمد الله في المدينة هذه نماذج النماذج التي نسمع بها اليوم يعني عندما يقطعون أحدهم يا الله أكبر نفس الشيء نفس الشيء لا حول ولا قوة الله بالله